الرئيس يطلب ويدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يولي من يصلح فإن كان آخر أهلا وسهلا فإن لم يكن الآخر وكان في شخص الرئيس يبقى ربنا كبير وربنا يقف مع الكل فيولي من يصلح الحاجة الثالثة هو إصرار الرئيس على أنه إحنا لازم نضرب مثل فإن إحنا بنقول هناك انتخابات حقيقية بعمل سياسي ديمقراطي حقيقي انزل انتخب اللي إنت عايزه المهم إن إحنا ننزل ويمكن ده اللي بيدور في بالي هو في حاجة ممكن تخلينا ما ننزلش مولا كنا ولا معارضة مش مهم معارض وعاوز تنتخب حد معين انتخب كيفما شئت ده حقك بالمناسبة ولا مزايدة ولا تزيد عليك حقك بالمناسبة وحقك إذا حابب تحكي مع الناس وتقول أنا انتخبت فلان أو علان أو ترتان ده حقك ما فيهاش عيبة يعني اتفضل تنتخب مين مش ده المهم المهم إنك انت تنزل تنتخب لأنه مش معقول تقول والله مثلا أنا في حاجات مش عاجباني بس ما بتنزلش تنتخب ليه انزل ودي صوتك وانتخب للمرشح اللي انت عايزه ومقتنع بيه ومقتنع بخطابه ومقتنع ببرنامجه ومقتنع بكل ما يتفضل بقوله فإصرار الرئيس على إنه يبقى فيه مشهد انتخابي حقيقي منطقي صادق كثيف ده كلافت جدا للنظر جدا ولعل العالم يرى ويسمع صادق